إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر عليه ونعود الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أما بعد فيقول الحمد سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون الآن وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ولدأموا ما لي من صπως تعنا especially in my beloved brothers and sisters This is today's day of yawm al-jum'at in the middle of the month of Shaaban and a few days ago it was just begin when we entered this month and we used to say in a month will be coming محاولة نظر من الله سبحانه وتعالى من المنطقة رمضان لكن مع الناس سيكون الى المنطقة رمضان سيكون و أريد أن نسمع الله سبحانه وتعالى لأننا نحن 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 نصل على رمضان اللهم بلغنا رمضان آمين لأن المنزل رمضان هو واحد من المترجم و واحد من المترجم لأن المنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طريق عبادة رسول الله ذكر الله قرآن طاعة أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال the one who's really loser the one who reached Ramadan and after Ramadan he didn't get anything from that month but this is a solemn reminder before we come close to Ramadan because أمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم sometimes they call in a helpless they don't pay attention to the time because this is how time goes الله سبحانه وتعالى spoke about the day and night in Quran in many ayahs as a reminder for those who reflect and understand the signs the words of Allah سبحانه وتعالى as Allah said as Allah said in the Quran in Surah Allah this is comes as a تذكرة لمن أراد أن يذكر to see the قدرة of Allah سبحانه وتعالى on everything Allah سبحانه وتعالى after that also he swear by a nafs our nafs our soul because if the nafs fall in غفلة fall in helles we will not pay attention to our time then it will go years after years until the time is gonna leave and we will live too Allah سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah سبحانه وتعالى he swear by a nafs that Allah سبحانه وتعالى said وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا Allah is the one who established who fashioned who created our nafs our soul فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا Allah سبحانه وتعالى he guides our nafs and he leads our nafs to choose طريق الخير وطريق الشر the path of khair and the path of evil the one who's gonna win in this life with this time we have in our hands the one who's gonna win the one who's gonna win training training his nafs on the ta'ah on the kri'lah on the kri'lah the one who's gonna lose the one who really is gonna lose everything ayat in the quran once he speaks about the desires the nafs he curse it as one of the great ayat بصورة الصلاة قال الله سبحانه وتعالى to داود عليه السلام يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِئِفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقَّ يا داود رفت بالله سبحانه وتعالى داود عليه السلام الله سبحانه وتعالى سهل يا داود اوه i'm gonna put you as a nabi as a prophet to be a judge to rule your umma with the sunnah with the Islam with the deen of Allah سبحانه وتعالى فحكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ means judge everyone with the haqq with the right with the way of the shari' of Allah سبحانه وتعالى ولا يتبع الهواء Want to fall Do not follow your own choice your own desire your own feeling and emotion because الهواء يضل لك عن سبيل الله it will guide you It will misguide you from الحق كبير من الأشياء في العالم يمكننا أن يأخذنا من الواقع إلى الواقع كما قلت أتباع العوّ أتباعنا نفسنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ذلك كما قلت في القرآن و أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث و أيضا رسول الله سبحانه وتعالى خشية الله في السر والعالانية تفير الله سبحانه وتعالى تفير الخوف الخوف من الله سبحانه وتعالى في السر عندما تكون شخص والعالانية في أجل كل شيء لأنه بعضنا أيضا نفسنا في أجل من أجل نظرنا نحن بحق نحن نقوم على كل الإيمان كل مطلب لكن عندما نحن في حلوة عندما نحن نفسنا نحن نحن مختلفة خشية الله في السر والعالانية والقصد في الفقر والغلال تعالى تتذكر الله سبحانه وتعالى في الوقت الأسفل وفي الهارشة والعجلة في الغضب والنظر ونحن لحياة بحياتك في الوقت الأسفل وفي الوقت الأسفل نرى بعض الوقت المسلمين انظر في الله سبحانه وعلى وآله وسلم وفي الهاتف رسول الله سبحانه ربما قال في ذلك حياتهم ليس في القرآن ليس في الهاتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتأكد أن 내 mood هذا ليس شيء ما الله سبحانه وتعالى واحد من صحرات أبو الله المسعور رضي الله عنه تفقّد قلبك في ثلاث قلبك في ثلاث قلبك شكّتك في ثلاث قلبك في ثلاث قلبك في الخلوة عندما تكون شكّتك في ثلاث قلبك عندما تسمع ذكر الله سبحانه وتعالى وهو قال عبدالله بنسعور إذا لم تردك في ثلاث قلبك مع ذكر الله عندما تكون شكّتك في ثلاث قلبك لغمان 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 أن استقبلت الدنيا وأنت في استبدارها إلى الآخرة لغمان 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 قال جمع بخشية الله سبحانه وتعالى بالطبع سوف يتعلم أنه ستجد الله سبحانه وتعالى لأنه تعرف ما ستأتي ستكون أفضل أقول له قولي هذا وأستغفر الله عظيمني ولكن أستغفر الله إن الحمد لله نحفله ونستعيده ولاستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عبد الله بن عمر رضي الله عنه He used to say إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء He used to say if you reach evening do not seek to wait till morning and if you reach morning do not seek to wait for evening what does that mean it means always remember that you will leave any moment this is the fact and muslim should always think that this evening it may be the last evening or that glory is gonna be the last glory this is how the understood of أهل السنتين والجماعة أن الله سبحانه وتعالى سيئة ضرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمنا الله سبحانه وتعالى سيئة leave whoever forget about the آخرة leave whoever forget about آخرة الله سبحانه وتعالى سيئة الله سبحانه وتعالى سيئة will come and they will know exactly what they're gonna face another point about time we said اتباع الهوى that the muslim when he listens to his own desire his own naps another way also is gonna kill our time الفراغ the time we have رسول الله صلى الله عليه وسلم in the hadith which is a written by عبد الله by عبد الله بن عبد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبود فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ two blessings two things الله سبحانه وتعالى he gave us but either we use it in right or wrong الصحة the hurt والفراغ the time because sometimes our time goes 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 then we get more الفراغ the time has many means some علماء said or they divide in three parts or three categories الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي what's gonna happen if our heart is empty المسوى كل الفراغ القلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم he mentioned the heart in the hadith قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم in our hearts in our body I mean in our body it's gonna be an organ if that organ is gonna be healthy it's gonna be good everything else in the life is gonna be funny what is that the heart if the قلب if the heart is good everything else is gonna be good and the other مفسرين like ابن كفير said the قلب in the body like the king and everything else is gonna follow our قلب even رسول الله صلى الله عليه وسلم give example for the heart is like the moon if the moon covered by cloud it will hide the light of the moon and if there is no cloud on the moon the light of the moon will be exposed everyone can see same thing the heart if the droop the sin cover our hearts the iman the ta'af will disappear but if the heart if the heart full of iman full of khashm full of taqra this will fill full our hearts with the ta'af رسول الله صلى الله عليه وسلم also this is both about the heart قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمين فكل الله صلى الله عليه وسلم قال the one who remembers الله سبحانه وتعالى and the one who doesn't is exactly like the one who is alive and the one who is not alive means بِكْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى it will give you the life and forgetting about بِكْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى it will make your heart as that after saying all that I would like to come to a few points about the month of شعبان as we said today is the 14 of شعبان many of the Muslims they have some culture that 15 of شعبان it means something in that month or this month 15 of شعبان it means something in this month which will be tomorrow I will say tomorrow as 15 is nothing it doesn't mean anything there is not any certain حديث or آيات القرآن or any رأ or any fatwa from the علماء said in 15 of شعبان in the special day or a special night or a special time it doesn't mean anything it doesn't mean anything why I'm saying that because we see some culture some masjid they start making party they think tomorrow is gonna be something great something blessed but 15 tomorrow is like any other 15 in any islamic so we have to always stay with the quran and sunnah of rasul illahi sallallahu alayhi waslam as rasul illahi sallallahu alayhi waslam he said in the hadith عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد rasul illahi sallallahu alayhi waslam he said stick to my sunnah and the sunnah of khulafاء الراشدين sunnah of the sahaba because they get education from the prophet sallallahu alayhi waslam wa iyyyakum be aware of mujdatat al-umur of any innovation anything is not from the islam be aware from anything is not from the islam add muslims add to the islam it is nowadays we see a lot of books carrying a lot of assimilation a hadith is not part of islam in any event srawad al-raj 15th shabbat other things is not from islam at all it's all lie it's all lie and sometimes you know example about ni'raj islam ni'raj we hear many hadith not many all of this hadith is correct is right but poor people or hear them write it down they talk about it and people collect these books and start read it and they said it is sun it is halal it is right but again back to the hadith and one of the best ayah to explain that قال subhanahu wa ta'ala wa ma atakum al-rasul fakhuthu wa ma nahakum al-hu fantahu whatever muhammad gave you and guides you too this is what you're gonna take and anything muhammad he forbid you not to do it stay away from it and this is the shara' of allah subhanahu wa ta'ala this is the deen this is islam this is the quran this is sunnah of rasul allah if really he want to live the deen of islam you live the life of islam then in afirah you meet allah subhanahu wa ta'ala with forgiveness with forgiveness with rahmah with maghfirah especially this time the next days then ramadan is gonna come we have to increase our our kron our masjid our salah this is the right thing to do يا الله سبحانه وتعالى forgive our sins اللهم اغفل لنا جنوبنا اصرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا واصلنا على القوم الكافرين اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وارحم أمواتنا وبارك لنا في بيوتنا وأرزاقنا وأزواجنا اللهم اجعل الحياة يزالنا لنا من كل خير واجعل الضوط راحة لنا من كل شر اللهم ابلغنا رمضان اللهم ابلغنا رمضان اللهم ابلغنا رمضان اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولك وقوم بلا صلاة الله ولك